فجرت ثم المحاولة الإسرائيلية في آذار 1968 لضرب العمل الفدائي في الكرامة العمل الفدائي انتشر في المخيمات كما في مخيم البقعة لكن تجربة المخيم بالتفاصيل التي أوردتها عملت إلينا تجربة جديدة من أشياء اللي بذكرها وبحب أرويها للجيل الذي الآن يسمعنا عملنا شهادات للأطفال عن هزيمة 67 حيث وزعنا أوراق بيضاء واتينا بالأقلام الملونة وطلبنا من كل طفل من خلال المدارس أن يرسم مشاعر في أثناء 70 في الهجرة من مخيم أو من بيت بالضفة الغربية مثلا كيف أتى إلى مخيم البقعة وجمعنا هذه الرسوم ومن خلال هذه الرسوم عملنا معرض في مخيم البقعة لهذه الرسوم ومن الأشياء التي لفتت مظرنا في هذا الكتاب لسمناه شهادات الأطفال في زمان الحرب أن الطائرات الإسرائيلية كانت تأتي كلها باتجاه واحد ولم يكن هناك طيران عربي مواجه وهذا يدل على ضعف الطيران العربي وقوة الطيران العدو ثم كان الأطفال ببراءتهم حيث كانت أمرهم 6 سنوات و8 سنوات و9 سنوات يرسمون الغارات الصهيونية على النازحين على الشجر على موت الأطفال على قتل قاربهم ومن هنا كانت هذه الشهادات الممثلة بالرسوم قضايا مهمة جدا فيما بعد هذا الكتاب طبع بأكثر من اللغة وانتشر ومع الأسف هذا الكتاب من الكتب التي ملعت أيضا في الأردن شهادت الأطفال في زمن الحربة يعتقد من الكتب التي تعبر عن براءة الأطفال وصدق نظرتهم للحياة كما يرون بدون أي تأثيرات سوى قناعتهم وما يرونهم بأنفسهم وبأعينهم وعلمتنا هذه التجربة أن نتعلم بالناس كثيرا لأن الناس لديهم ما يقولون له سواء صغارا أم كبارا وليس فقط الكبار وقوت ألاقتنا فيهم ثم بعض الأطفال والبنات اللي عملوا هذه الرسومات أصبحوا أشبالا ثم أصبحوا مقاتلين ومناضلين في صفوف الجبهة الشعبية وقاموا بعمليات فدائية ضد المؤسسات الصهيونية في أماكن مختلفة هذه أهمية التجربة أن تكون معايشا للناس لألامهم لأمالهم لطبيعة حياتهم أن تسكن معهم أن تأكل معهم أن تعرف ماذا يحتاجون وبالتالي أن تقوم بالقدر الذي تستطيع من خدمات لهم أي شكل مستمر معهم يعلمك الكثير وهذه التجربة أعتقد بحاجة إلى الكتابة التفصيلية لأنها علمتنا أن الماء التي نشربه لا يكون ماء صافيا إلا بقدر ما ترى بنفسك ولذلك عندما عشنا مع الناس علمنا من الناس أنهم أهل القضية وأصحاب القضية وعندهم استعداد أن يبدلوا جهد حتى الاستشهاد مدام يروا أنماط من القيادة تعيش معهم وتفكر بأمالهم وألامهم وأعتقد التجربة لحد الآن لها نموذج إيجابي عند الناس بعد مرور الآن 40 عام عندما نذهب إلى المخيم نشعر لحد الآن بالاحترام عند الناس لأن الجهد لا يضيع والناس تحترم الذي ثبت بالتجربة أن يعيش معها ويحترمها ويتعايش معها ويصادق معها في التعامل وكنا نحذر الناس دائما من الأشرار ومن التآمر من الأنظمة التي لا تريد مواجهة العدو الصهيوني والاستعداد لمواجهته ومن هنا كان أهمية أن نعرف العدو دائما أنه هو العدو الصهيوني وحلفائه من العرب ومن الدول الإمبريالية وعرأسها العدو الإدارة الأمريكية التي دعمت الوجود الصهيوني بكافة الأشكال كنا نستعمل التثقيف بكثافة بالناس بلغة بسيطة جدا لم نكن نستعمل لغة بروريتاريا مثلا أو موجيك أو لغات واستلاحات لا يفهمها الناس كنا مهتمين نقدم اللغة البسيطة التي يستطيع أن يفهمها الناس هي لغة الناس الحقيقية ومن هذه التجربة تعلمنا أن الناس مستعدة للعمل والتضحية كلما كان عندها صورة حقيقية عن العمل وعن قيادات تعيش بينها وليس تأتي لها سائحة أو زائرة كما كان في عدد من القوى الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر